موسيقى موسيقى عالعاصي يا مسهرنا شو حب تجمعنا نعورك تحكي معنا بألحانة زحرية خير بأرضك يا بلادي فيك تربك أجدادي خبرك تلك بالوادي في الصيف وفي الشدوية في الصيف وفي الشدوية حكاياك حقوقني بعد بقلب وعيني حكاياك حقوقني بعد بقلب وعيني عالعاصي ونعورك تحكي تحلى السهر الحوية تحلى السهر الحوية حما لو تعرف شانا ورد خلق تمشانا الله سببت أركانا صارت أحلى صابية حما لو تعرف شانا ورد خلق تمشانا الله سببت أركانا صارت أحلى صابية تتعشي أو كام النهر ورحي تشدد فيك العرض تنسى حالك والأيام قدام المأمورية قدام المأمورية صباح الخير ليا سيد صباحك سمار كيفك اليوم؟ تمام وانت كيفك؟ تمام كتير مني حارك حلو يا رب وانت كمان نهارك سعيدة علي ويسيد صباحك عن جديد وصباح كل من عم يتابعنا نهار جديد بتمنى يحمل معه كل الخير والسعادة والطاقة الإيجابية للكون مثل كل يوم عنا العديد من الضيوب والفقرات والأكبار المنوعة ابقوا برفقتنا بحلقة مميزة كتير ويسيد صباحك عن جديد جديد نهارك يا رب يكون حلو نهارك المشاهدين يكون حلو يا رب على كل الناس وأهم شيء نهاركم مليئ بالصحة نتبهوا كتير منيح على حالكم واخذوا الإجراءات الاحترازية من الكمامة من المعقيمات نتبهوا كتير منيح على حالكم أما هلأ خلينا نروح بجولة لبعض الأخبار المنوعة ونرجع من كفي صباحنا لليوم بكل يوم معلومة جديدة ويمكن غريبة رح نتعرف عليها هل تعلم أنك إذا شربت مشروبا شديد البرودة وشعرت بصداع مفاجئ في الرأس فغالبا هذا الصداع سيكون عبارة عن جلطة جزئية وقعت في الدماغ وهذا الأمر إذا تكرر قد يعرضك للإغماء أو سكتة دماغية لذلك ينصح الأطباء في هذه الحالة بالتوقف عن الشرب مباشرة وهل تعلم أنه بشكل لا إرادي يقوم الشخص باستعارة بعض المفردات من صديقه المقرب جدا ويبدأ باعتمادها في حديثه مع الناس دون أن يدري كذلك فبحسب الخبراء النفسيين فإن استعارة المصطلحات بين الأصدقاء هو مؤشر قوة العلاقة بينهم وهل تعلم أن في حياة كل إنسان يوجد شخص واحد على الأقل من المستحيل أن يغضب عليه أو يقاطعه لفترة طويلة مهما بدر منه من أفعال وتصرفات وذلك بسبب الحب والاحترام الكبيرين الذي يكنهما له إضافة إلى عوامل نفسية أخرى تكون لا إرادية أخيرا هل تعلم أنه أحيانا من الممكن أن يفقد الإنسان الرغبة بالتحدث مع شخص ما لكن في نفس الوقت يبقى يراقبه من بعيد هذه ردة فعل تأتي نتيجة صراع داخلي بين العاطفة والعقل والكبرياء في علم النفس يعتبر هذا الفعل من أقوى العلامات على الاهتمام والحب من طرف واحد ليا كلياتنا نلجأ بالشاتوية للمشروبات الساخنة أنت شو المشروبات المفضلة عندك؟ أنا كتي بحب اليانسون بحبه؟ اليانسون بحبه بس بحب الكمون مع الليمون أكتر خلينا نتابع هلأ فوائد الكمون شو هي وشو ممكن تعطينا طاقة للجسم بالتقرير التالي فوائد الكمون المغلي يعالج ألم البطن الناتج عن تناول الوجبات الغذائية الدسمة يعجل عملية التئام الجروح والتقرحات يعزز أداء الجهاز المناعي يخلص الجسم من السموم يعالج الحموضة لاعتباره من المواد القلوية التي تعادل الحموضة الزائدة يكافح الميكروبات والبكتيريا المسببة للأمراض يحسن وظائف البنكرياس يعالج فقر الدم لاحتوائه على الحديد يخفف أعراض التهاب المفاصل وأخيراً يعالج أمراض الجهاز التنفسي مثل الربو والسعال ويخلص الأنف من الاحتقان والنزيفة ويعزز إدرار الحليب خلال الرضاعة الطبيعية ويزيد معدل التمثيل الغذائي وبالتالي يزيد من حرق الدهون والسعرات الحرارية الزائدة ويخفف الوزن ووصلنا على فقرتنا الطبية يا سمر رح نحكي كثير ما شوف الزوجين ببداية زواجهم بيتأخروا بالإنجاب بيصيروا بيعملوا كثير من التحليل كثير من الفحوصات ولكن ممكن يتأخروا سنة وسنتين وتلاتة ممكن يعني يكون عندهم ما يقولون دكاترا ما عندكم أبداً مشاكل رح نحكي أكتر عن تأخر الإنجاب مع الدكتور ما اعتز شويش اختصاص بولية نسلية صلاح الخير دكتور سيدي صباحك وصباح الخير الله خذك لصباح الورب يا سيد صباحك دكتور أهلا وسهلا فيك أهلا وسهلا فيكم بالبداية خلينا نحكي عن تأخر الإنجاب تأخر الحمل وكمان نحكي أمتى التأخر بيكون طبيعي بشكل عام أمتى فينا نقول نحنا صار عنا تأخر إنجاب تأخر إنجاب لما يصير في حوالي سنة من الممارسة الطبيعية بين الزوجين دون الوصول إلى حالة الحمل لازم الزوجين يحاولوا لفترة سنة كاملة يوصلوا لمرحلة الإنجاب بالطرق الطبيعية وبعد سنة إذا ما صار حمل خلال هالفترة وقتنا نحنا فينا نقول إنه في عنا مشكلة بتأخر الإنجاب ولازم للطبيب يتدخل بهالقصة أكيد وأمتى التأخر بيكون طبيعي خلينا نحكي عن المدة يعني ستة شهور سنة كمان بشكل عام برأيك بيبلشوا الأشخاص يقلقوا عندهم صار مشكلة طبيعي من الأول شهر بتحسي هذا القرار طبعا هو يتعلق بالزوجين أمتى بدون يحبيني شي بولاد فيه ناس تقول لك أنا محابب تأخر شوين فيه ناس بتقول لك أنا هلأ مباشرة محب جي بولاد على كافة الحوال الموضوع بينطلق من اللحظة اللي بيقرر فيه الزوجين أنه يجي بولاد صحيح ما يكون فيه شيء أثر على المحاولة مثل ضعف الانتصاب أو أي قصص تانية يكون محاولة جدية بتوقيت معين صحيح من الزوجين على كافة الأحوال أنا بنصحها بشكل عام لما يصير فيه محاولة جدية للإنجاب ويمرؤ ستة شهر أول ستة شهر ما يصير فيه إنجاب مع المحاولة بكافة الطرق الموجودة أنا بنصح مباشرة ولو استشارة بسيطة شو بتنصحنا طبيب شو نعمل مشان نبركي نقدر نحنا بالطرق الطبيعية بغض نظر عن الأدوية أو التدخلات التانية الجراحية أنه يساعدهم ليوصلوا للحمل اللي هن بالدنيا قبل ما تمروا فترة السنة لأنه بعد فترة السنة نحن نحن نبلش نعمل إنبستيجيشنز واستقصاءات والقصاص لنعرف نحن ليش هالتأخير صار تماما دكتور يعني دائما نشوف الصبايا عم يعانوا خاصة يمكن من اللايف ستايل الغلاط الأكل الغلاط عم يعانوا كتير من الإنجاب يروحوا عند الدكتور يعملوا كتير من الفحوصات والتحاليل ويطابعوا وضعوا عند الدكتور النسائية يقولون ما فيكن شي بس استنوا رايحوا نفسيتكن خلينا نحكي عن ارتباط النفسية بالإنجاب وهل صحيح يعني أن السيدة إذا ما كانت عمت عاني من شي وحتى الرجل إذا ما عم يعاني من شي بيتأخر أكتر من السنة وبعد السنة ممكن يسرح الحمامات حسب إحصاءات البورد الألماني بورد الأوروبية بيقولك أنه في 29% من الحالات مو معروف شو سبب تأخر الإنجاب يعني بما معنى أنه أنا بفحص الزوجة وبفحص الزوج بلاقي كل شي طبيعي بالنسبة إلهم على بشكل عام موضوع الإنجاب وتأخر الإنجاب وعبارة عن تيم وورك بين طبيبين مو بس طبيب واحد اللي هو طبيب الجراحة البولية بالنسبة للذكور وطبيب النسائي اللي هو بالنسبة للنساء يعني نحنا لما بصير في تأخر إنجاب للمرحلة اللي نحنا حكينا عليها مرأة أكثر من سنة وصار عنا تأخر بالإنجاب نحنا مباشرة مثل تيم وورك مع طبيب النسائية نحنا منهتم بالذكور كطبيب جراحة البولية التناسولية وطبيب النسائية يهتم بزوجة المريض بحيث أنه ننبهن على أسس معينة في الحياة هلأ بشكل عام آخر توصيات نحنا لازم ننتبع لك شغلات الشغل الأولى هو موضوع الطعام اللي حضرتك حكيتي عليه يعني لازم نكتر هي اللي حكينا عليه أنه يفضل بعد ست شهر ولو يسألوا الطبيب شو رأيه شو فينا نتدخل في الموضوع اللي هو اللايف ستايل اللي حضرتك أم تحكي عليه اللي هو أول فترة نحنا ننبهن على الأسس كلاتي قبل ما ندخل بمرحلة السنة والتداخلات والأسس والاستقصار هي كلاة شغلات على كافة الأحوال الشغل الأولى هو موضوع الطعام اللي هو أنه يكتر الخضرة والفواكه بلولي كمان المكسرات فيها نسبة عالية من المواد والفيتامينات والمواد المعدنية اللي هي بتدخل في حركة الميطاف مثلا وحتى النشطة بالنسبة للنساء تقليل من المواد الدسمة العالية الدسمة العالية الإشباع يعني هاي المواد اللي هي اللي هي تأثير كبير على الموضوع الجسم والصحة العامة بالنسبة إلهم ننتبه لموضوع الأمراض مثلا إذا واحد عنده سكري أو عنده ارتفاع ضغطي نظم أموره يعني كتير مهم أنه نعالج إذا فيه حال مرضي معين أنه نعالج هذا الموضوع كمان تاني شغلة موضوع الحركة يعني يفضل أنه كل إنسان ولو يوم يوميا أو كل يوميا يمشي من 30 دقيقة إلى 45 دقيقة بعيدا على الاسترس كله لأنه أثبت أن الاسترس بحد نفسه هو عبارة عن عامل أساسي بموضوع التأثير على فعالية الأعضاء مو بس التناسلية فعالية الأعضاء بالجسم كله حتى أنه بتأثر حتى بيقول لك على حركة النطاف وفعالية النطاف فهي الأسس الأولية والشي الثالث المهم اللي هو مهم كتير بالنسبة لسيستم عمل التشكل النطاف وتشكل الإباضة هي النوم لمدة على الأقل الراحة لمدة أكتر من 6 ساعات يوميا لأنه هذا الشي بريح الدماغ وبيريح كمان أكهم الدماغ الغدة النخامية الموجودة في مقدمة الرأس اللي هي مسؤولة عن تنظيم أمور كل شي موجود داخل الأعضاء التناسلية زكريا والأنسوية يعني كل الأعضاء الانسوية والزكريا يتم التحكم فيها عن طريق الغدة لتسمى الغدة النخامية الموجودة في مقدمة الرأس اللي بتحكم فيها الدماغ فكلما كان الدماغ ريلاكس وكلما كان مرتاح وكلما كان بعيد عن الاسترس كلما كان وظائف هالغداد أقوى وكلما كان فعالية العباطة付 أكيد دكتور خلينا ن حكي عن العوامل التانية مثل عنا العوامل الوراثية وفي عنا كمان زيادة الوزن قده ممكن يتأثر خلينا كمان نحكي عن العمر قده ممكن يأثر عن كمان التدخين خلينا نحكي عن هالاشياء بالنسبة للأسباب خلينا نقول أسباب تأخر الحمل في عنا نحن إذا نعرف آلية الحمل هي عبارة عن أنه مثلا عند الزكور الخاصيتين لازم نكون قادرة على العمل بشكل كويس لإنتاج نطاف قوية جدا بحيث قادرة على الولوج إلى داخل أنسة والوصول إلى البويضة وتلقيح البويضة فهنحنا بالنسبة أنه نحن كجراحة بولية نحن هلأ نحكي بالنسبة أنه اللي هو الزكور الخاصيتين يعني أساسيتين لازم يكون في صحة عامة جيدة بحيث يكون في عنا نتاج نطاف كويس من داخل الخاصيتين يعطي يؤدي إلى الإنجاب فأي شيء بأثر على عمل الخاصيتين يؤدي إلى تأخر الإنجاب طبعا في عنا عوامل كثيرة في العوامل الأساسية اللي هي مثل ما حكيتي البداني البداني إلى تأثيرين على الموضوع أولا بتقلل نسبة التستسترون اللي هو هرمون الزكورة داخل الجسم وعملية البداني كمان بتأدي إلى تسخين المنطقة التناسلية بشكل عام فتؤدي إلى أنه رب العالمين حط الخاصيتين خارج الجسم لأنه هي بدرجة حرارة أقل من درجة حرارة الجسم لما بيكون في بداني بيكون عندي أنا زيادة تسخين لهذه المنطقة فبسير في عندي تأثير في وضوع النطاف الموضوع الثاني الموضوع الخاصيتين هو الالتهابات المتكررة خاصة الالتهابات الجنسية ننتبه منها بشكل كتير لأنه أي التهابة جنسية يمكن تؤدي إلى مشاكل في الخاصيتين فتؤدي على المرضى البعيد إلى ضعف الإنجاب الأشياء الثالثة اللي هي مثل ما حكينا أحيانا هي بيولد الطفل فيها أو الإنسان فيها هي المشاكل هي مشاكل تنقل النطاف من مكان الخاصيتين إلى مكان الإلاج أحيانا هي الطرق بتكون مزدودة بسبب من الأسباب سواء سبب التهابي أو سبب وراسي أنه بيولد مسكرين هو ما بيعرف هذا الشيء لحتى يحاول للمدة سنة وما عم يجيب ولاد فلما منطلب أنه نعمل الفخوصات فملاحظ ما في أي نطاف داخل السائل المنوي فنحنا منتوجه أنه قد يكون السبب انسداد بها المراحل طبعا إضافة إلى مثل ما حكيتي الدراسة الوراسية اللي هي غالبا بتبين على الشخص أنه عنده هو مشكلة وراسية بالصبغي إبسيلون اللي هو بيساهم بهالموضوع وبهالأصص فإنحنا منتوجه من خلال هالموضوع هاي الأسباب اللي إلي علاقة من تحت فيه الأسباب الثانية اللي حكينا عليها اللي هي منطقة الدماغ اللي مسيطرة على هالموضوع بحيث أنه أحيانا منطقة السيطرة بيصير فيها خلل لأحد الأسباب سواء فرض نشاط أو نقص نشاط بيأدي إلى التأثير على الهرمونات اللي بتأثر على المنطقة اللي تحت فبتخليها ما تشتغل بشكل كويس وبتأدي إلى نقص فعالية الخاصيتين النقص نتاج الخاصيتين وبتأدي إلى النهاية إلى تأخر الإنجاب موضوع مهم جداً كمان اللي بيلعبوا برياضة اللي بيحطنوا حالهم كتير تستوسترون أو كورتيزون من برة بدون يتبهوا حالهم شكل كبير لأنه من خلال أطاء التستوسترون بكمية كبيرة الجسم بيتفاعل مع الموضوع بحيث أنه بالنهاية الغدة النخامية في الرأس بتقول ما في حاجة إني أنا أشتغل فبسيب بمرحلة التصبيق بحيث أنه أول هو ما يوقف الأدوية الأشياء اللي هو عم ياخدها فجأة بيلاحظ بيبلش عنده الضعف الجنسي تأخر الانتصاب والآثار الثاني اللي نقص التستوسترون لأنه هو أخل بالتوازن التستوسترون داخل الجسم نعم دكتور نحن منشوف كثير من الاقتراحات العلاجية من خلال الأعشاب أو من خلال أدوية قيل عنقال أو من خلال السوشال ميديا أو من خلال خلطات هي تسويقية تجارية بعيدا يعني صرنا كلنا نعرف قديش هذا الشيء هو تجاري فقط نحكي عن هذا الشيء ممكن يضرب للمدى البعيد إذا نحن بعيدا عن استشارة الطبيب تم المعالجة عن طريق العشاب أو عن طريق قيل عنقال الموضوع مهم بالتوقيت تبعه مثلا له علاقة قديش عمر الزوجة وقديش عمر الزوج لما هم بدون يبلشوا بموضوع الإنجاب يعني هني معهم وقت طويل ولا ما معهم وقت مثلا زوجة قربت على الأربعين وحابت جي بيبي بسرعة هون وهي النقاش بيصير بها المرحلة الموضوع مواد الغزائية الطبيعية والموضوع المواد الكيموية وحتى التدخل بموضوع الحقن المطفى داخل البويضة والتلقيه الصناعي والأصاب بكافة الأحوال أي شيء طبيعي ما بضر المهم بهذا الشيء الطبيعي اللي هني عم ياخدوه يحتوي على المعادن الأساسية والبيتامينات الأساسية اللي هي اللي حتساعد نحن بالنسبة إنا تجراحة بولية الطرف الزكري اللي بتساعد على جعله النطفة أكثر فعالية وأكثر قوة بحيث تكون لما توصل لداخل الجهاز التناسولي الأنسى ويقادر على رسول البويضة وإحداث اللقاح بشكل عام كل شيء يحتوي على الفيتامين E كل شيء يحتوي على الفيتامين C كل شيء يحتوي على مادة السيلينيوم وكل شيء يحتوي على مادة الزنك بأي مواد طبيعية موجودة عنها هو شيء ممتاز لأنه يحرك المحركات يعطي طاقة للمحركات الموجودة في رأس الفيتام هؤلاء الذين ذكرنا عنهم أين موجودين كأطعمة طبيعية؟ خضار، فواكه، حمضيات عندك الزبيب مثلا عندك مثلا يقولون لك الانسون الأسود في نسبة عالية من هؤلاء الأصاص يعني ما هي غالبة موجودة بكل الأكل اللي عمناكله اللي ما فيه دسام عالي اللي هو الخضرة والفواكه مجرد ما واحد نوع الخضرة والفواكه وأكل صحي ولعب رياضة بشكل صحي وتحرك بشكل صحي وبعد عن الاسترس وناب شكل كافي هاي الأمور ضمن طبعا ما شاء الله نحنا بعندنا بسوريا كمية فواكه كتير بكافة لأنه وعمو موجودة في بلدان فمجرد هو ما ارتزم بهالأكل هذا واتزم بالأكل الصحي وبعد عن الأشياء الضارة اللي حكينا عليها التدخين الكحول وهالأصاص كلها هاي الأصاص بيتنشط الجسم بحيث أنه بتصير مو بس تنشيطه على العضلات وعالفوة حتى على فعالية الأعضاء ومن ضمن الأعضاء الخاصيتين واللي ما بتفرز واللي بتفرز واللي هنه ميطاف أكيد دكتور هلا كتير يمكن عم يتابعنا صار عندهم حالات تأخر حمل ممكن تنصحهم شو هي الفحوصات اللازمة عندها تأخر الحمل خلينا نحكي عليهم والعلاجات المناسبة وإن تممكن نحنا نلجأ لطف الأنبوب تمام الآن بشكل عام نحنا بمجرد ما صار عند كابل بس تنينز متزوجين موضوع تأخر النطاف نحنا موتوتوماتيكيا مننصح الزوجة تروحها لطبيب النسائية مشان تعمل فحص الإيكو عبر المهبل أو عبر البطن مشان نشوف وضع المبيضين وتعمل شوية فحوصات للهرمونات الأنسوية والهرمونات الغد النخامية مشان نشوف أنه شو المشكلة عندهم هذه بالنسبة للطرف النسائي بالنسبة لأننا كالطرف الزكوري أهم شيء نحن نعرف أول شغلة اللازم نعمل إيكو للخصيتين لنشوف المولد المصنع للخصيتين شو وضعه لأنه أحيانا بيكون في ورم داخل الخصية هو اللي يأثر على الموضوع أو بيكون في دوالي للحبل المنوي اللي هي مثل الدوالي تبع الساقيم بتكون في تفرعات وريدية شديدة فوق الخصيتين بحيث هذا بيعمل كمان تسخين للخصيتين بيأثر على عدد وحركة النطاف بالنهائي هذا أهمية الإيكو رقم واحد إضافة لتشخيص الارتهابات بنوعيها الحدي والمزمن ثانيا فحص السائل المنوي اللي لازم يكون بشروط ممعين اللي هو الامتناع عن الممارسة لمدة 3 إلى 4 تيام وباليوم الرابع أو الخامس بيعمل فحص السائل المنوي ومن خلال فحص السائل المنوي نحن فينا نشوف البي اتش اللي هو حموضة السائل المنوي حجمه فينا نشوف تعداد النطاف حركة النطاف والأشكال الحية والأشكال الشازة بالنسبة له انطلاق من هدول نحن بقى ننتوسع يعني إذا كان فحص الإيكو كويس وفحص السائل المنوي كويس والزوجة كويسة من انهم تزروا يعني خلاص معناتها لتنائم ما فيهم شي لقد يلعزم ينتزروا الموضوع له علاقة بالوقت اللي فينه ينتزروا فيه علاقة بعمر الزوجة هو بشكل عام أكتر من الرجل لأنه الرجل قادر على الإخصاب طول حياته لكن النساء باعتداء من أربعين واثنين واربعين يصبح الوضع صعب وانكركة بالنسبة له فهو التوقيت والقدرة على الانتظار يعني أنا أعرف كابل ما أدروا ينتظره ستة شهر بدون بابي بسرعة يحبوا بعض كثير فيه ناس حابت انتظر سنة فيه ناس قعدت عشر سنين وهي عم تنتظر يعني هذه العلاقة بقرار الزوجين إذا كان هنا واحد يدخل يعني أنت ما فينك تتصي على انتظروا عندك ولد إنه بدون القرار ينبع منهم وينجوا عندك أننا هلأ نحن بحبين يكون عندنا بابي هلأ ما دام عنا إيكو طبيعي ما في وسائل بنوي طبيعي ما في حاجة لأي تدخل أذا كان عندي مشاكل مثلا دوالي حاب المنوي أو أي شيء هون دوال الحاب المنوي فيه كتير كونفيوجين فيه إنت أنا أداخل عليها أو إنت ما أداخل عليها بشكل عام دوال الحاب المنوي يتم تدخل تدخل عليها جراحيا إلى عدة أشكال جراحية في حالتين فقط الحال الأولى الألم المستمر المتكرر داخل الخاصية الحال الثاني يتأخر الإنجاب لأكتر من سنة مع تبدلات في السائل المنوي يعني ممكن مريض دوالي لازم يعمل عملية مريض الدوالي بيعمل عملية إذا كان في تأخر إنجاب وعنده مشاكل في السائل المنوي أما إذا كان السائل المنوي كويس يتركه بحاله للمنوي وإذا عمل عملية طاب وإذا عمل عملية بيكون هلأ هي بشكل عام نحن منتظر فترة كلا تشهر بس عملية الدوالي هي ليست العلاج للموضوع عملية الدوالي هي إيقاف السبب المؤثر على الخاصيتين والدعم فيما بعد بموضوع الأدوية وبموضوع المواد الغزائية اللي نحن عم نعطيها يعني أنا مو بس شلتل الدوالي وأفضع تطلع على المريض أنا لازم أدعمه كمان بالمواد اللي تقوي النطاف وترجع تحرك المحرك مرة تانية هاي بالنسبة للأشياء اللي نحن فينا نشوفها بالإيكو والأورام لا سمح الله طبعا مرأت عليه حالات إنه هني مو دريان المريض تعمل إيكو بتلاقي عنده ورم وأتبه الحالي نحن بموضوعه رحنا موضوع تعني لازم يخزن النطاف طبعه لأنه نحن لازم نستقص الخصير بشكل سريع وحتى للسيدات لازم تتفحص حالا إذا عندها مشاكل هرمونية أو رامليفية حميدة أو ليفية ولازم إنه أفورا يشيكوا عن طبيب مو بس السيدات نحن شائع عنا دكتور بالمجتمع إنه بس السيدة بتروح هي بتشيك على الدكتور إذا في تأخر بالإنجاب السيدة هي أما ما في ولا يعني زلمي بيروح عند الدكتور 30% من أسباب تأخر الإنجاب الزكوري ها تمام 30% من أسباب تأخر الإنجاب الزكورية 29% من جهولة السبب والباقي النسائية بما معناه النساء لا تجاوز قسم هون أكتر من 40% إلى 45% العكافة الأحوال نحن هلأ شفنا هلأ وضع السائل المنوي بشكل عام لأينا في مشاكل هلأ نحن بنبلش نشخص بأوين المشكلة هل المشكلة تحت منطقة الخاصيتين ولا المشكلة في دماغ هون في الغدة الموجودة أنه في عنا أكتر من أمر بيأسر أولا موضوع التستسترون شو وضع التستسترون بالجسم تاني شغل الهرمونات اللي بتمفرز من الغدة النخامية وبتأثر على موضوع الإنجاب اللي هنه اتنين أساسية اللي هو الـ FSH الـ LH والبرولاكتين هرمون الحليب اللي هو مسؤول عند النساء لأعطاء الحليب للطفل عند الزكور إلى وظائف تاني اللي نسموه مفهومي بشكل كويس بس معروف أنه إذا ارتفع بشكل كبير هرمون الحليب عند الرجال يؤدي إلى تأخر الإنجاب وقتنا نحن نوجه حسب كل حالة ونرى ما نسأل أكيد شكراً لك دكتور شكراً لمعلوماتك القيمة ونرى أكيد بحلقات قادمة شكراً لك دكتور معتز شوي شكراً لألاك وعلى معلومات اللي أضعت لنا عليها اليوم ناطرناك بحلقات جاية الله يسلمك يا رب شكراً لكم شكراً لكم شكراً لكم وهلأ يا لأي إلى الصباحات الجميلة التي لاغينا عن صوت فيروز فيها حيث قدمت فرقتين كنيسة أم الزنار وفرقة موازيك سلسلة من أغاني فيروز بمناسبة عيدها الخامس والثمانين خلونا نتابع التقرير التالي مع مراسلنا أنس رمضان بمناسبة العيد الخامس والثمانين لجارة القمر قدمت فرقتين كنيسة أم الزنار وفرقة موازيك سلسلة من أغاني السيدة فيروز للوطن والحب والحياة وذلك ضمن احتفال على مسرح دار التربية بمنطقة الفلاد في حلبة هذا الشيء نرى منه رسالة للأمام بأن حلب هي مدينة واعدة بالخير والسلام رسالة السلام تنطلق من حلب إلى العالم أجمع مع صوت السيدة فيروز نصلي معها من أجل إحلال السلام من أجل الخير لبلدنا من أجل حفظ جيشنا العربي السوري من أجل النصر والمستقبل الواعد في سوريا حديثة جديدة خيرة من هالأرض في رسالة سلام بمناسبة 85 سنة عمرك هال85 كانوا 85 فرح 85 سعادة فأجد هالفرقة الحمصية وجوقة كنيسة أمز النار هي جوة كنسية حبينا بالإضافة للصلاوات أنه نصلي ونغني لأن الغناء فرح وسعادة يجينا نغني بحناجرنا ونقدم مع باقة هالأغاني الحلوة لأهلنا بحلب السميعة الناس الطيبين ونقول سوريا هي سوريا المجل سوريا الحضارة هاي سوريا من نمفخر فيها من حلب تستاهل مننا سيد فيروز اللي قدمت الفن الحضاري والفن الراقي ومسيرتها الفنية الطويلة بتستاهل من حلب يكون إلى هذا التكريم بها الحفل الفني حلب مدينة الفن والحضارة والجمال والست فيروز نحن محظوظين عشنا بأيام صباحات اللي ما بتكتمل صباحاتنا إلا بسمع صوتها اللي بحسسنا بالأمان والطمأنينة والسلام الداخلي من حلب من هالحفل منقول للست فيروز نحن منحبك وحلب بتحبك هي فرصة حلوة أنه نحن نضموا لنا جوقة أم الزنار اللي هنين مجموعة من الشباب الصبايا اللي راحي اليوم يدونا أغاني لفيروز بذكرى عيد ميلادها نحن تعودنا بأنه تكون الموسيقى هي لغة العالم لغة السلام لغة المحبة فنحن اليوم كمان من حمص الجريحة إلى حلب الجريحة اللي رجعت إلى الحياة مرة أخرى كمان حمص كمان عانت ورجعنا إلى الحياة مرة أخرى نحن كجوقة الكنيسة بحمص عم نحاول قدر الإمكان أن نشارك بكل فعاليات المجتمع السوري الموسيقي الفنية اللي نقدر نوصل شيء من تراث الموسيقي كان بحمص أو بأي محافظة سورية الحضور عبروا عن شكرهم لهذه الفعالية لما فيها من حب ودفئ رغم كل الظروف المعيشية التي تحيط بالسوريين كما رفق تقديم الأغاني رسم لوحة للسيدة فيروز وإلى حمص ياليا معرض وبازار تحت عنوان إبدع الضبع عشرات المشاريع الإنتاجية الصغيرة من أشغال يدوية ومأكلات منزلية التفاصيل مع مرسلتنا شيرين العلي بمشاركة نحو 45 شاباً وسيدة أقامت مدرية الشؤون الاجتماعية والعمل بحمص معرضاً وبازاراً تحت عنوان إبداع ضم عشرات المشاريع الإنتاجية الصغيرة من أشغال يدوية ومأكلات منزلية مجموعة مشاريع إنتاجية صغيرة لشباب وصبايا بدأوا اليوم يشقوا طريقهم بسوق العمل المهم بهذا البازار يمكن العرض وتعريف الناس بالمنتج وتعريفهم بالأشخاص اللي عم تقوم بهذا الانتاج لأنه خلينا نقول 70% من هالأشخاص هي عم تشتغل ضمن بيوتها أو ضمن ورشات صغيرة أنا بعمل سكب إبوكسي بسكب للجدران لطاولات مراية مشاركتي يعني من أشغال يدوي مفارس صفراء وغطية طاولة طوم الترابيزات هيك شغلات تريباً كل شغل يدوي بشتغل بالصابون بالشمع تقريباً من سنتين بلشت اشتغل فيه وفكرة حلوية وحبيت يعني ورجية للناس توزعت المعروضات في أرجاء صالة الجوري بحي الحمراء في المدينة بشكل يبين للزوار ما أبدعته الأياد من مشغولات ومطرزات وزينة لكل المناسبات وإكسسوارات وفنون ومهن جمعت ما بين التراث والأفكار العصرية لتلبي جميع الأذواق فرصة كتير كبيرة أنا يعني هاي عملتهم مبلشة أونلاين أنا فمن جديد حتى قدرت أني أعرض على عرض الواقع والعالم كتير حبت الشي اللي عم أعمله وكمان بالإضافة لقطع ثمد أنا بدي فعليها أحجار كريني وقصص كلها يعطي هاند ميد أنا شاركت بالمعرض مشان يعني ترويج لأشغالنا وكان معرض كتير حلو إقبال حلو كتير حلو في شغلات كتير حلو حتى الأسعار مخفضة يعني عن محلات يعني أنا أجيت لقيت أول طاولة هي من ريحة الشام فشغلات شرقية موجودة وسعتنا محافظين عليها هذا الشي كتير مهم بعمر شبابنا يعني على مدى أربعة أيام خلق هذا البازار بيئة تسويقية للمنتجات والتي لاقت إقبالاً وأعجاباً من قبل أهالي حمص من حيث التمييز والإتقان من معرض وبازار إبداع في حمص شيرين العلي الإخبارية السورية سمر دائماً منظل بنحكي الصبايا الأمهات لحوالينا أنه كيف ندرس أولادنا عنا صعوبة بتدريس أولادنا شو العمري المناسب لازم تبلشي تدربي ابنك فيه على الأحرف على الأرقام على الإدخال لغة تاني أيضاً بالتعليم رح نحكي أكتر عن الطرق الصحيحة رح نحكي أكتر عن الأعمار المناسبة ورح نحكي أكتر عن الأطفال اللي عندهم سلوكيات مختلفة لح نعرف كيف نتعامل معهم وندربهم على القراءة والكتابة مع المدام ريماج جحجاح اختصاص رياض أطفال سباح الخير سباح النور يسعد صباحك يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيكي بالبداية خلينا نبلش عن العمر عمر الطفل للأم شو ممكن تبلش يعني مثلا ممكن تبلش معه بعمر أحيان بيقوله السنة ونصف سنتين ثلاثة سنين بهذه الأعمال الصغيرة كيف ممكن الأم تبلش وبشو ممكن تبلش مع طفلة خلا بداية نحنا بدنا ننمي المهارات الحياتية عند الطفل ما فينا نحدد نقول نحنا عمر سنتين أو ثلاثة أو أربعة لكن نحنا أولا المهارات اللي نعتمد عليها للطفل هي المهارات المعرفية المهارات الإدراكية نشوف هو شو ميوله شو نمي جواته لهذا الطفل فأول ما نحنا منبلش عن طريق مبدأ المونتوسوري التعلم عن طريق اللعب تقدق الأم بالتعليم والمهارات الحياتية لأول دخول الطفل ممكن تقليلي أنه بدي يدخل على المطبخ بيعمل لي فوضى لكن التعلم داخل المطبخ هو في البداية أفضل طريقة للأم منه بمساعدة بأنه هو يكون مسؤول عن الشغلات الحياتية ببداية يومه أنه يغسل يفرشي سنانه هاي المهارات الحياتية اللي بيكتسب الطفل ببلش الاعتماد على ذاته هاي أول مراحل التعلم عند الطفل قبل ما تقلق الأم بالنسبة لموضوع الكتاب والقراءة لازم نحن نحدد له خطوط معينة يمشي عليها أسس ننظم له أموره لحتى يبلش يومه بشكل طبيعي ونبلش نعلمه المهارات المعرفية الأخرى لكن نحن بتنمية المهارات الحياتية بنساعده كتير لحتى ينظم أموره ويكون مسؤول عن أمور الحياتية مرنا بداية أنه يغسل تعلم كيف يغسل تعلم كيف يفرشي أسنانه تعلم كيف يرتب أغراضه هاي الأمور كلها عم تساعد أنه هو عم يساوي أنشطة حركية نحن رتبنا شال شيء من هون لهون طلع على ارتفاع مثلا بدي وقف على مغسلي بحسب ارتفاعه بحسب طوره بدي وقف على المجلة بيتناول كوب من الماء فكلها هاي بتساعد أنشطة كلها بتحرك جسده فهون صارت تنمية جسدية تنمية معرفية أنه هو يبلش الطفل يتعرف على المحيط الموجود حوالي بالنسبة لبداية حياته وهذا بعمر للسنتين من بلش معهم ببلش الأم كيف بدي 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 علموا طراءة كيف الكتابة كيف بدي مسكوا مسكة الألم يعني كتجين تساؤلات لعندي عن غوضة أنه ابني ما في مسكة الألم نيحة إيدو مرخية عن مسكة الألم طب طولوا بالكن احنا أو بيمسكوا هيك طبيعي في الطرق طيب في حدا بدي يعلموا الطريقة الصح نحنا كتير عنا اسلوب كتير سهل أنه انت تجي بي قطعة بمبون وتغري فيه الطفل وتحطيه إياه وتضبي عليها الأصابع وتمسكيه الألم طب نحنا بطريق التلغيب عن طريق أنه شي هو يستمتع فيه ويحبه مو نحنا فونا لا بدك تكتب لا بدك تمسك الألم لا هيك ما مسكوا ما لازم يكون عندي قلق بعمل السنتين أبدا أبدا لكن نحنا منبدأ بعمل ثلاث سنوات بتدريب الطفل عن طريق المعجون عن طريق الصنصال عن طريق الألوان المائية عن طريق أنه نميله العضلات الدقيقة الموجودة بأصابع إيدي وهيك نحن نعمل لهم وهي التمارين وسهيئنا كتهيئة أولى للكتابة طب ريما خلينا نحكي يمكننا في كثير من الأطفال هنا بيتعلموا بيكونوا شطورين بتروح بتقليلهم قدام العالم عدل للأرقام ما بيعد هاي شو بالإنجليزي ما بيجاوب بنرجع على البيت بيجاوب بروح للمدرسة تاني يوم كمان ما بيجاوب خلينا نحكي عن هذا السلوك أنه بس بقلب البيت نحنا منجاوب المهارات اللي حكينا أول عننا مهارات الحياتية شو بتعطينا بتعزي سيقة الطفل بذاته بتعطيه سيقة بنفسه أما أنت إذا فقط الأب والأم هنا اللي عم يسأله وما نحنا سيطرنا على موضوع الخجل اللي عنده الطفل وهو طبيعي بالمراحل العمرية الأولى يعني الطفل اللي ما بيكون عنده خجل اللي بيكون جريء جدا هذا قلق مقلق يعني بيصير عنده سلوك معين أنه ما عنده احترام للآخرين إذا كان ما عنده خجل نهائي لكن الخجل مطلوب بالنسبة للطفل بهذه المراحل فهو من باب الحياء فقط أنه ما نمتعود على الغرباء وطريقة التعامل معهم فنحنا نعزيزه سيقةه بنفسه وهي مهمة المهارات الحياتية في بداية المراحل الأولى لما الأم بتعزيزه سيقةه دائما عدم المقارن وعدم التباهي قدام الآخرين لأنه الطفل بيطبعه خجول بيطبعه ما عنده ثقة بذاته كتير بداية المراحل العمرية الأولى أنه لحتى يقدر يفسح عن هذا الموضوع قدام الآخر يعني ما لازم يمدحوا كتير بالبيت لازم ما يمدحوا مثل ما حكيت طيب أنت ما بتلاقي هاي القصة مشكلة يعني يوم الطفل يروح على المدرسة أنه ما يقدر يجاوب أنا بلاقيها هاي مشكلة كتير كبيرة يعني هاي ما قصت كمان أنه ثقة بالنفس في عنده أشياء تانية بركي محابب المدرسة بركي كمان محابب الأستاذ بركي في مثلا في عنده هو مشكلة كمان بالتواصل لازم نكتشفه نحنا أو الأم تكتشفه كيف ممكن نحنا نكتشف المشاكل خلينا نحكي عن هذا الموضوع أنت برأيك وتكون القصة مشكلة نحن نحن نحكي عن مرحلة عمرية عمر السنتين وثلاثة ما نحن نحكي عن مرحل بالابتدائي اللي نحن بعد الست سنوات تمام هذا الموضوع بيزهر عنده الطفل بعد عمر السنتين انفصاله عن الأم بأنه ممكن ما يكون داخل روضة نهائية هذا السبب نحن منشجع دائما عنده خلو الطفل لمرحلة الكي جي ون وبعد الكي جي تو وبعد الكي جي تري تهيئه ما قبل صف الأول كتير منشجع على هذا الموضوع عمر ثلاثة سنين كتير مفيد جدا لأنه نحن بداية بعمر الثلاث سنوات أنا مانو مطلوب مني اللي اتعلمنا الكتاب بالقراءة أنا بعمر ثلاث سنوات مطلوب مني أن أتأقلم حياتي أتأقلم اجتماعيا أتأقلم مع أقراني مارس الأنشطة الرياضية مارس الأنشطة الحركية الأنشطة الإبداعية اللي بتخلي بتظهر لي جوانب شخصيته فهون مطلوبنا نلمس بالرودة مساعدت الأم أنه تصلت الضوء على التصل بهذا المنحة ومن هون نحن منروح ننتقل الكي جي تو ثقة أكبر ننتقل الكي جي تري نحن بلشنا بمرحلة الكتاب بمرحلة القراءة بمرحلة المقاطع الصوتي وتفصيلها راح من عنا للصف الأول فهوني بيجيك الطفل عنده ثقة بذاته هوني أنا ماعد بقى بدور على موضوع أنه الطفل ما يجاوب وقت ما بيجاوب وأنا مارئ بكل هاي المرحل فعندي مشكل ممكن ما بيكون بيحب الأستاذ ممكن ما بيحب المدرسة بشكل عام ممكن عم بيصير عليه تنمر بالنسبة من أقرانه عم بيصير مثلا حتى السندوش اللي بيبعت معه ما بيحبه فهوني بتعمله جانب نفسي بيبطل يحكي مجرد أنه الطفل يدخل بيمود الزعل ما تعرفي شو بده ممكن نوع السندوش المبعوط معه ما بيحبه نحنا كتير منواجه هايك بالروضة ماما شبك حبيبي شوفي زعلان طيب ليش لأنه هو يقال لماما أنه أنا مثلا ما بحب هذا النوع من السندوش وأكيد كتير المعات وخاص الموجودين عندي أنا كتير بحكي ما عندي هذا الموضوع وأكيد عليه خلينا دائما عند رغبة الطفل لكن ضمن حدود نقطر شخصيته ما يتجاوز حدوده معه بس بنفس الوقت أنا أعطيه حدوده اللي هو يرتاح فيه مية بالمية ريمة خلينا نحكي كيف فينا نحنا نبلش نعمل شي بالبيت نلزق على الحيطان أحرفه أو شي جايبي شغلات هلا أنا جايبي شغلات لتساعد الأم إنه كيف نبلش نعلم الطفل نحن بداية حكينا بعمر السنتين بعمر السنتين أسمت الدراسات إنه نحن لازم نعتمد على موضوع الصورة والصوت خاصة بالتعلم المنتصوري نحن نتبع مبدأ الحسيات فنحن نعتمد على سماع الصوت نعتمد على شوف الصورة وبيثبتها بالذاكرة المؤقتة لما منكرر الموضوع فالذاكرة المؤقتة بتحس إنه هذا الموضوع جدا مهم بروح للذاكرة الدائمة وبتثبت عنده الصوت مع الصورة اللي هو بيكون صوت الحرف وشكله فنحن لو منورجي للطفل مثلا أنا هوني معي بداية أول شغل من التعلم هي مثل ما إلنا الخطوط كيف دي يعلم للطفل الخطوط كتبنا كله معروف إنه نحن بداية بالألم الجزرة والأرنب بدنا نروح على الخطوط بالألم الرصاص كيف تتذكرين هذا الموضوع نحلة مثلا بدت تروح أو تدب لبيت العسل هلأ اططورنا أكتر حيث إنه أنا بحب الطفل يكون شيء ملموس قدامه فكيف بدي أعطيه الخطوط طبعا عندنا أنواع للخطوط لازم الطفل اللي يتعلمه بعد ما تقلنا من مرحلة السنتين سنة مرحلة التسنين نتقلنا من مرحلة المعجون والرمل والسلصال فتقلنا للخطوط لأنه نحنا نعطي للطفل ما بعرف إذا هيك واضح نعطي للطفل المصطرة مصطرة الخطوط وطبعا مشكوري هي الشركة إنه عملتها ونحنا كنا بداية كنا نعملها من الكرتون فالإبداع موجود ما بالضروري ماما تنزل وتشتري كرتون المقوعة عادي اللي نحنا موجود أكد بكل بيت الخطوط المطلوبة هو الخط الدائرة الخط المنحني الخط المستقيم المنقط فهذه الكلاب تقدر تعملها والطفل عن طريق الألم الرصاص ممكن نحط له إياها على اللوح أو يعود يتعلم أو ممكن على ورق قدامه هو يبدأ بالخطوط مسكة الألم وخاصة أنه يستمتع فيها فهو يساعده على حل المشكلات واكتساب مهارة واعتماد على ذات ونفس الوقت وطبعا أنواع متعددة من الخطوط تنتقل من السهولة إلى الصعوبة نحنا دائما سهل المعقد خلينا قبل ما نكفئ أنواع الخطوط مثل هكذا مثلا الولد شافه بالقردوري أو بالروضة أو بأي مكان ما لازم يكون في صورة لأم أنه هذا يرجع للتواصل بين الروضة وبين البيت أنا دائما أكد على هذا الموضوع أنا عملي جروبات أنت تعرفين عن موضوع روضتي عملي جروبات في التواصل مع الأهالي يومياً يوصلون صور عن الروضة ما يحدث بالإضافة لدفتر متابعة يومية اليوم يكتب كلمس مثلا مثل إنجلش مثل العربية مثل الفرنسية الحساب الزيني المنتو سوري كلمسة بحصة تكتب تم أعطاء الواجب والصفحة تشرح للإمعة الدفتر اللي ما عندها ممكن لحد أنه أنا ما عندي نير خاصة نحن لأ مشكلة النير الدائمة الموجودين فيها لكن الطفل لما بيستمتع بشي فهو بنقل الصورة لبين بداية بالروضة أول كام يوم ما بيحتش بعدين لما بيبلغ شي يرتاح بيبلغ شي طاوى مع أقرانه ومع المسات معي أنا كماما المانا أكثر هكي أنوا تعاملون معي وما حبتون لإلي فبيحبوا ينقلوا الصورة أنه هيك عملتنا بالروضة هيك ساوينا فالأم ممكن تتصل من باب الاهتمام أنه أنتوا شو عملتوا أو ممكن تصل الصورة أو الطفل يعني هلأ مثلا موضوع حساب زيني ممكن تقليلي لعمر أربع سنين أو ثلاثة سنين موضوع صعب لكن نحن الطفل عم بيعمل المعداد بالبيت بس كيف تحكي معي أنه أنت عطيتي عي حساب زيني وطالبي مني معداد كيف بكل بساطة بحبات الحموص بحبات الفول بأي طريقة أو شيء موجود نحن عملناها بالروضة فأنا شو بقلها 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 أنه لا تتحكي لا تسأليني ريلو للطفل ماما أنت اليوم شو عملته تعني عمل المعداد مثل ما عملته بالصف تمام فهون هو بيدهشها بيروح بيجيب حموص بيجيب بوشار بيجيب أي شيء بيبلش بيعمل المعداد فبتقل لي معقول يا ابني عمره ثلاثة سنين أربع سنين عم بيساوي طفل صفحة بيضة أجيني من شكر أجيني 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 خلينا نحكي عن عمر الخمس سنين كيف ممكن مثلا هلأ بالكاجة بيكون كاجة بيبلشوا يعطوه مثلا كلمات لازم يكتب كلمات بعمر ست سنين صار يكتب جمل هلأ عنا بعمر السبع سنين عم يكتب الطفل قصائد خلينا نحكي نحنا كيف الطفل بده يبلش مثلا خمسة ستة تمام يعني كيف ممكن نعلمه صح وإمتى الطفل ممكن يفهم مثلا قصة أو يفهم كلمة كمان بأي عمر رأيك كمان هلأ نحنا مثل ما حكيتك هلأ بلشنا بعمر السنتين عن طريق قصة الأم حكيت قصة انتألنا لمرحلة الثلاثة سنين طبعا هو يسامع الأغاني رجع الروضة بلشت حتى بالأم بالبيت بلشنا بموضوع القصة كيف القصة مو بس أنه أنا مسحت فتحت الكتاب وعن بقريره كان يا مكان في قديم لا في التلوين الصوتي في التلوين الجسدي في الحركات اللي بتناسب القصة في الشخصية اللي بدت تفوت معي على الصف هذا كله بيلعب دور نحنا بلشنا بداية نحكي بالبيت ليس لن نصعب الموضوع لأنه مو كلهم موجود معك قصص لا مو قصص في مساء التاني للخمس سنين لكن نحنا القصص المصورة الكبيرة هذا اللي بنصح فيها لعمر اثنين سنتين بتكون الصورة كتير كبيرة ولكن سطر تحتها تقرهها الام بطريقة بتنعيم صور أو المس بالصف مننتقل لعمر ثلاثة سنين طبعا تطور معنا القصة بأنه تصغر مساحة الصورة وتكبر مساحة الكلمة لأنه نحنا نعتمد على الصورة فالطفل بيضبع شكل الحرف ونركز على الحرف مثلا نحنا نفترض أنه نعطي حرف الضد فالضد نحنا نقول دخل ضفضع ومعيك ضفضع بإيدك وعلى اللوح انت راسمي القصة اللي بيكتح فيها أنا كتير بننصح المسات حتى اللي عندي نحنا بيتمعين هذا الاسلوب القصة اللي بدا تكون محكية بدا تكون مرسومة على اللوح بدا تجسد المس بصوتها وبجسدها كيف بالتلوين الصوتي بالشكل اللعبي اللي تكون بين إيديها العروس طبعا تختلف الوسائل ممكن هي تلبس الحرف وتدخل عنده لأنه الطفل بهذا العمر الصورة هي تكرتها فلما منقله مثلا تبلي حرس الدال شو بدي تذكر بدي تذكر شي يربطه فيه أو غنية طبعا الأغنية لحرف الدال لكن نحنا تخطينا المعجون وتخطينا شغل الرمل وتخطينا كيف بدنا نبلش نعطي المقاطع لحتى نحنا نوصل لسؤالك للكلمة اللي نحنا حكيناها ما مقدر نوصل للكلمة قبل ما الطفل يكون طابع الحرف ومتذكروا مسألة استحضر حرف الدال يحضروا عندي هون هي أكياس الحروف هي من صنع الأطفال نلاحظ هون أنه موجود عننا الحرف را طبعا نحنا في عنا كذا أسطوب لحتى تطبع الحرف جوات الطفل الأحرف الرملية هي عبارة عن شيء نافر بيتلمسوا الطفل عن طريق حواس الأيدين فهي بتنطبع بالذاكرة لما بيتلمس الحرف وبيمشي عليه فهي رسمي مع الشيء إنه شيء جارح لأصائق يعني شيء هيكي بخشن الملمس فبيتلمس الحرف هون طبعنا يجينا حطينا الحرف على صنية الرمل كمان رسموا طيب شو هي الكلمات مين بدي يذكرني بكلمات فنحنا عنا أمثلة طبعا من صنع أطفالنا ومن صنع المسات لاحظي إنه نحنا استخدمنا أسلوب القص هي كلها كلمات بيكون فيها الحرف اللي نحنا موجود برق جرافي عنا ريشة فلاحظي إنتي مثلا عم تحطي الحرف طبعا بتكون عنا أحرف مجسمية بس أنا حبي جابتكم هذا المثال وهذا الشي بيضل معه ولا الولد خلص طيب طالما الطفل حط إيده بالكيس وطلع وشاف الشيء الملموسي اللي نحنا مشتغدينه من قبل فلاحظي قدي شيء ممتع إحنا ما فقط عم نحكي أنا بطيقون مثال هكي عم دوتنا يعني إنه هذا الحرف الفا فلاحظي إنه قديش هيستمتع فيهم الطفل هي اسمها حقيبة الحروف وقال لي شو هاد تركز الحرف الفا فنحنا منتعرف على شكله ونتعرف على صوته وإنه بيجي ممكننا بأول الكلمة ممكن بالنسبة ممكن لحظي اللي أحوني بحرف الرأ لما إنه بالدرافي ولا بالبرد إنه إجا بوسطة فنحنا بنكون عاطينه الحروف بوسطة أو بآخر طبعا وكله عن طريق تلك الأحرف الرملية كله عن طريق وأغنية دائما بتتكرر وكتير مهم موضوع الإعادة والتكرار لما تدخل المس ترجع تعيد أغنية الحروف هي دائما نصيحة للكل حتى الامب البيت تتكرر عنا ألعاب كتير ومثال تمام كتير حلو مميز هيحبوه حرف الفا السمك تمام وعليها الحرف طبعا هذه الوسيلة لديها باللغة العربية وعنها باللغة الإنجليزية لاحظي هون سنارة سيكون بآخر مغنطيس وهون لدينا مغنطيس أنا ماني شاطرة حب السمك بشاطرة بالصيد أكيد كل الأولاد عنديها تمام فهون تتعلم هاي هلا هي ما بتكون محطوطة هيك في رقعة كتير كبيرة ومحطوط مكان فاضي للسمك أنا لأنه صعب حملة فالأطفال بيحطوهم وبعدين بيبلش تسد السماك والسنارة إنه كيف نساوية في طبعا أمسيلي كتير مو فقط هذا المثال بس أنا حبي أجي بلكون نموذج ولا نحن عنا كتير أشياء نعلم الطفل من خلال المقاطع نحنا تخطينا الأحرف صرنا بالمقاطع الصوتي ننتقل سؤالك الجمل لحظي أنه شو صار بيذاكرته الحصيلي صار عنده حصيلي لغوية كبيرة ما يقارب فوق الـ 2500 كلمة بعمر خمس سنوات فما أكثر فهون يبلشنا نحنا مطلوب منه الإملة اللي بنعطيها أو الكلمات ممكن تقليلي إنه ممكن يكتب جملة طبعا بعمر الست سنوات بيكون قادر على جملة من خمس كلمات لكن هو يكاتبها وبيقدر إيرها لأنه مكرر قدامه ثلاث حروف تلدرج يعني حروف تكون سهلة حرف الدال حرف الراء ممكن ندخل حرف السين ممكن ندخل بلش نمرنهم يعني أنا هلأ قبل كيجيتو يوميا يوميا عندهم تدريب لكتابة أسماءهم فعندي مثلا إيجت أم آت لي ماما ماما ريمة إنه في ابني اسمه صعب طب والله صعب عليه إنه عم يكتبوا في الضاد وفي الفاء إنه اسم فيام فقلت له معلش بيتملن هو عم يطبع الصورة فهو اتباع طبع الصورة وحيبلش بكتابته وتأكدي تماما بعمل خمس سنين هيكون جاهز يكتب اسمه لازم 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 لأن المنهاج صف الأول كارث فأنا أنا أريد أن تضغطينا لا أنا ماني عم بضغط لازم يتعلم وأنا بتمنى بس نأكد عن موضوع مراعاة القدرات الإبداعين للطفل المقارنة حكينا عننا من الغية وما بصير نحن نعطي كم هائل ونتناسب موضوع قدرة الطفل على الاستيعاب فنحنا في مراحل ممكن في أطفال معنهم داخلين KG1 والKG2 بيجول عنا KG3 فالKG1 والKG2 بيكون مرتاح جدا لما KG3 بيلاقي فيه صعوبة فهون بيحس أنه أنا ما عم بيقدر تكمل فهون نحن نراعي هذا الموضوع ولمس تكون قادرون إلا للأم تطمني بأي روضة KG3 حتى لو مداخل لغير لأول مرة يعني ما كان بمراحل قبل تطمني تماما لحيمر بكل السلام لكن لا تكون متوترة وتنقل القلق والتوتر لطفلك لا أكيد هو عمر ثلاث سنوات بريكا يتبلش معه لا يقدر تطلي أنجز شكرا لإلك شكرا على نصائفك القيمة وأكيد مشوبك بحيات شكرا لإلك أكيد لأي سنتين وبعدين من نقطع ثلاث سنين أغاني وصور شكرا لإلك صباحكم شكرا لإلك ريما زحزح خصائية رياض أطفال شكرا لإلك شكرا لإلك شكرا لإني سعد صباحك يا سعد صباحك هون يا سمر من كل وصلنا لنهاية مشوارنا الصباحي بدأت مننا نهاري كثير حلو لكل المشاهدين انتبهوا كثير منيحة لحاركم أهم شي على صحتكم على الساعة التسعة من هون لوقتها تبقوا بألف خير وإلى اللقاء اشتركوا في القناة